للناس اللي بتحب الافلام اليوم راح نحكي في الجزء الثالث من كليشيهات طبية في الافلام العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فلو عجبك العدوان خليك معنا للآخر ولا تنسى الهاند واشنج البس لغلاوز هات الماسك وتفضل معي وقبل ما تحضر هذا الفيديو في جزء أول وثاني راح أترك لك الرابط بالوصف تبع الفيديو وإحضرهم قبل ما تبدأ من الكليشيهات الطبية المعروفة في الدراما العربية إيش اسمه حجنة الهواء قال إيش كل واحد بده يتخلص من الثاني بجيب سرينجة 10 أو 20 سي سي بحط فيها هوا وبحقه إن المريض وبطلع ولا من شاف ولا من دري لأ واللي بجهرك المريض بموت وما حدا بعرف ليش أولا لو المريض أخذ حجنة هوا راح يعرفه بالتشريح إنه ياخد حجنة هوا ثانيا ما في حدا بأخذ حجنة هوا 5 أو 10 أو 20 مليليتر وبتموته لو بدك الشغل الصح الإنسان الطبيعي عشان تقتله بحجنة هوا لازم يأخذ من 3 إلى 5 مليليتر هوا لكل كيلو جرام من وزن الجسم يعني الإنسان الطبيعي وزنه 70 لازم يأخذ ما بين 2 كيلو و100 جرام إلى 3.5 كيلو جرام هوا يعني شفت أكبر سرينجة اللي هي الـ 50 سي سي أكبر سرينجة شفتها في حياتك بدك تعبيها 70 مرة فالموضوع مش بالبساطة اللي انت بتخيلها اللي شافوا فيلم كاتكوت على سبيل المثال بيعرفوا أنه دراما العربية في عرف الدراما أي مريض بدخل في غيبوبة سنة أو سنتين أو حتى 25 سنة بصحى من الغيبوبة فجأة برجع زي ما كان بالزبط متذكر كل شي وعارف مين اللي حاولها وعارف أي يوم دخل بالغيبوبة وعارف شو كان يعمل قبل الغيبوبة الموضوع مش بالبساطة اللي انت بتخيلها بالوضع الطبيعي المريض بدخل بغيبوبة حتى لو كانت ليومين بدخل وهو لسه في مستوى موعين ما بين الغيبوبة والوعي شوي شوي بصح سح شوي شوي بتذكر اسمه بعد ساعة ساعتين بتذكر اسم اللي جنبه بعد يومين ثلاث بتذكر هو شو كان يشتغل أو شو كان تخصصه فما في حدا بالدنيا بدخل بغيبوبة ولا هو حتى يومين وبصحى على طول كامل الوعي وكامل الإدراك وكامل الذاكرة هذا الحاكي ما بصير بالواقع قال إيش أول ما صحيح من الغيبوبة قال له اوعى تحواله وانت تتكلم فجأة ترجع له الذاكرة بدون أي مقدمة بكون واحد بحكي معاه وهذا الواحد بده يوحيله انه هو واحد ثاني عشان يعرف ينصب عليه وهو بحكي بتذكر انه آه لا أنا فلان هتبضحك عليه خليني أعمل حالي أهبل عشان أوصل شو بده ما في حدا زي هيك زي ما بترجع للوعي تدريجيا بترجع لك الذاكرة تدريجيا من أكثر الأفكار اللي بتوجع قلب الواحد لما يكون المرض متدمر وواجع من سبع طواضق وفي كل العبر وكل إشي بوجعه في الأخير بيجيبوله دكتور على البيت بيقولهم مش مشكلة لو ما نقلتوه على المستشفى خليه على سريره أهم شي الراحة التامة يا حبيب هو جاي صيف في المالديف واحد واجع على راسه أجل إيشي بدي يروح يقعد له خبس ست ساعات مراقبة ويأخذ صورة طبقية ولا رانين للمخ تشوف عنده نزيف عنده زفت عنده كسر بالجبجم واحد واجع على راسه تقول لي أهم شي الراحة التامة هو عريسه جاي صيف من الأفكار الشائع اللي بترفع الضغط كلمة لو حكم الأمر نصفره بره أيوة يعني بره شو فيه أحسن من عندك فهمني أنا ما قلت إنه الطب العربي أحسن من الأجنبي في كل إشي فيه شغلات هم سبقونا إلها وكل دواء وكل عملية وكل إجراء بصير في الدنيا بتجرب عندهم وبيختر عندهم بعدين بيجينا لكن واحد إيجي توجلط على الجلب سواء تعالج في أمريكا أو في مصر أو في المزنبيق أو في فيتنام نفس العلاج بالزبط اطلعوا بره ليش؟ عشان بره بضحكوا بوجهه وهون ما بضحكوا بوجهه؟ المريض اكتشف إنه مع ضغط نعالجوا بره يا دكتور في حدا في الدنيا بعرفش أعالج الضغط انته بل أكتر فكرة بترفع الضغط لما يكون الممثل بده يقنعك إنه المريض بالمستشفى الخاص بيعتنوا فيه أكثر بس لإنه دافع فلوس شوف أنا اشتغلت بالتمريض 20 سنة نصهم في مستشفى خاصة ونصهم في مستشفى حكومة لما أنا أكون في مستشفى خاص بكون مبسوط بكون رتبة أعلى بكون الوضع أحسن بكون على الأقل فيه صبون أغسي الإيدي فيه جلافز ألبس لو بديش أتوسخ بتعامل مع مرضى من علية القوم كل مرضى يا ممثلين يا فنانيين يا رياضيين يا وزراء فأنا بكون بشتغل وبعط من قلبه رب غير إنه بكون أصلا مستلم خمس مرضى بالمستشفى الحكومي لا فيه صبون تغسي إيديك لا فيه جلافز تلبسه كل 3-4 مرضى شوارعية وبلطجية وضربة مواس ومجرمين وبلاء وزرقة راتب زي الزفت تستلم 35 مريض ما أحد بقول لك أعطيك العافية طبيعي تكون مبوس وجه المريض الموضوع ما فيه ما إله دخل إنت دافع ولا مش دافع إنت لو فاتورتك مليار أنا مش جئيني منها جرش فاتورا دفعت للمستشفى مش للموظف يعني من الأفكار اللي بترفع الضغط برضه قصة إنه السم بشتغل بسرعة بتلاقي البطل عطوه نقطتين سم أو أعطوه إبري خلال أربع ثواني توفى تقريبا ما في سم بالدنيا بهالسرعة أو شغلة المخدر مثلا بتلاقيهم بدهم يخطفوا واحد يعني بعطوه إبري في رقبته مش عارف يعني ما ظلش أورد إلا هون أو بيجيب بحرمة أو قطعة جماش عليها مخدر بشمموا إياها بعيد للاثنين خلص تخدر طب والله كويس إذا عندكم مخدر بهالسرعة أعطونا إياه نستخدمه بالمستشفيات أكثر حقيقة انتشارا في الدراما العربية ومنتشر من زمان من أيام الأبيض وسود إنه الطبيب أحيانا يخفي الحقيقة عن المريض بكون المريض قاعد بموت أو بيجيب له في الدنيا يومين ثلاث وبيجي بقوله أنت كويس وحتبق زي الفل مين قل لك؟ من أقل بدائيات وأساسيات الطب والتمريض إنه لا يجوز حسب أخلاقيات المهنة إنك تخبل حقيقة عن المريض خصوصا إذا كان بالغ راشد عاقل الأصول تجيب له المعلومة شوي شوي تهدى عصابه ترايحه تقول له أنا عندي خبر سيئ لك بس امسك عصابك عشان قبل ما أقول لك شو المشكلة أقول لك أنه فيه الها دواء وتشرح له شوي شوي شو المشكلة شو العلاج شو البدائل ممكن تأخذ دواء ممكن تأخذ عملية ممكن تأخذ أشعة إلى آخره وبعد هيك هو حر يتحمل الخبر ما يتحمل الخبر هاي مشكلته لكن لنفرض أنه أنا بني آدم شخصيتي قوية وبتحمل أي خبر ولو عرفت أنه ضي اللي مثلا بديني الشهر فيه واحد زعلان مني بدي أروح عشان يسامحني فيه واحد بده مني فلوس بدي أسده فلوسه أنا إنسان فاسق عاصي أخي بدي أطلع عمره تحرمني من كل هذا الثواب ليش ما فيه إشي في أخلاقيات الطب أو التمريض بيقول أنه خبي عن المريض وضعه لو الأهل قالوا لك خبي عنه مش شغلهم يسمحوا لك أنك تخبي أو ما تخبي المريض هو اللي بقرر والمريض اللي راح يقول لك يخلف عليك أنك قلت لي أنا كنت بدي أحكم مع ثلاثة أربعة خليهم سامحوني جاب المموت يمكن هو حابب يبني جامع على حسابه يدرس الناس ببلاش يمكن حابب يعمل دار أيتام يمكن حابب يخدم المجتمع بإشي كويس وبإشي غالي جدا في بعض الأفلام بتلاقي الطبيب يتحول إلى محقق وهو إجمالا في كل الأفلام العربية الشرطة هي ملهاش أي داعي بتلاقي واحد قتل مرته بتصير تحقق في الموضوع وبتصل للقاتل والله هذول الشرطة منظر ما لهم مش داعي طبيب سمع عن واحد ان قتل بصير الطبيب يحقك في القصة والشرطة هذول صفر صاقت ولا لهم أي جيمة في الحياة صحيح الطبيب بيهتم بالمريض وبعالجه وبعطيه دعام نفسه بس مش رح يترك شغله ويقعد يدور ورا واحد يتوفى هذا شغل الطب الشرعي الطب الشرعي عليه يكتب التقرير إذا وقع التقرير وختم عليه الباقي شغل النيابة ما له دخل وعلى أرض الواقع عمره بشوف الدكتور زي هيك الواحد يدور بيخلص دوامه ويروح ينام في كثير من الأفلام شفت الطبيب بعرضوا على إنه إنسان انتهازي وإنسان حقير وإنسان مادي مجرد ما أخو أو أبو أو زوجة المريض عطوه شوية فلوس بضحك على المريض وبيقف مع الناس اللي بدهم يخربوا عليه حياته مثلا فيلم كاركر جننوا الزلمة عشان الميراث مايروحش لناس تانين في فيلم زهايمر مثلا صاروا يعطوا الزلمة أدوية تعمل فقدان في الذاكرة عشان يصير أهبل عشان يصير عنده زهايمر عشان يخذوا الميراث منه وغصبا عنه في فيلم اسمه 365 يوم البطل كان كل يوم يتعرف على بنت يضحك عليها يسلوبها أعز ما تملك وثانا يوم يخذها على أخصائي عصاب ش صاحبه يقول لها هذا الزلم مع سرطان بدلوا دماغ وضيل له شهرين ثلاث وبتوفى فبتروح البنت بتتركه وبتقول له بتمنى لك التوفيق طول طالعمر وبعدين بضحك على واحد غيرها فكثير أفلام كانت تعرض الدكتور على إنه إنسان ماد أي واحد بعطيه 500 دينار أو 500 دولار بقول له ماشي أنا بنصب على الزلم فيه ماشي راح تقول لي فيه دكاترة بعرفه شربنا بس قدش نسبتهم واحد بالألف واحد بالمية عشرة بالمية انت عارف إنه شعبنا بحب التعميم ولو شاف دكتور واحد في فيلم واحد بعمل زي هيك راح يقول كل الدكاترة بعرفه شربنا فشو الفايدة من عرض هيك صور من أخطاء درامة العربية برضو اختراع أمراض مش معروفة أو المرض بكون موجود لكن انت بتخترع له أعراض مش معروفة زي مثلا فيلم فاصل ونعود فيه فعلا مرض اسمه التراب الانشقاقي لكن للتراب الانشقاقي بتكون صار معك تجربة سيئة فانت بتنسى هاي التجربة أو بتنسى اليوم اللي صارت فيه هم عملوا إيش بالفيلم إنه نسي كل شي صار بعديها فعليا المرض بنسى اللي قابليها أو بنسى اليوم هذ بس فهم غيروا الأعراض فيلم عيال حبيبة مثلا الزلم صار عنده فقدان ذاكرة من نوع عجيب كل يوم بصحة الصباح نفكر اليوم الجمعة واليوم بده يروح يقابل حبيبته واليوم بده يرجع لها الموبايل اللي ضاع منها فصار الزلم كل يوم يعيدوله اليوم من أول وجديد أنا أول مرة بسمع مرض زي هيك من أغبى الأفكار اللي شفتها في الدراما العربية فيه فيلم اسمه أدرينالين أظن لغاد عبد الرازق في هذا الفيلم بتكون متجوزة دكتور الدكتور بخليها تدمن على الأدرينالين عمرك سمعت إنه فيه حدا أدمن على الأدرينالين الأدرينالين أصلا مادة موجودة بجسمك بدونها لا بتقدر تهرب من وحش ولا بتقدر تواجه مشاكل ولا بتقدر تستشعر الخطر ولا بتقدر تقاوم أي ضرف خطير فكيف بني آدم في الدنيا ممكن يدمن على مادة زي هيك أنا بس أدمن على مورفين أدمن على تراما دول أما أدمن على أدرينالين هاي جديدة بعرف إنك بدك تعمل إثارة وبدك الناس تنشد للفيلم وكذا بس احكي كلامه تصدق في النهاية لو بتكون أعمل جزء رابع بس اذكروا لي تحت بالتعليقات أفكار غريبة بتتكرر في كل فيلم وبسلسل عربي نعمل لكم جزء رابع وخامس وسادس ما في مشكلة ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد نأول بوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته